المقتبس الثاني كتاب تاريخ الإسلام في الجزء الثامن والأربعين في صفحة ثمانية وعشرين وما بعدها إذن عندي مقتبس أول كان كتاب السيف الصقيل واقتبسنا منه والآن كتاب تاريخ الإسلام للذهبي إذن المقتبس الثاني الذهبي تاريخ الإسلام في الجزء الثامن والأربعين في صفحة ثمانية وعشرين وما بعدها سنة خمس وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري أولا قال الذهبي تردد رسل التتار إلى بغداد وفيها ترددت رسل التتار إلى بغداد وكانت الفرامين منهم واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاشن منهم في ذلك ولا خيفة لا يوجد خوف ولا تردد الفرامين واصلة من ناس إلى ناس من أشخاص إلى أشخاص من منطقة إلى منطقة من مدينة إلى مدينة من مجتمع إلى مجتمع من محلة إلى محلة من عشرة إلى عشرة إذن القضية مشاعة القضية معروفة القضية واصلة يقول والخليفة لاحظ يقول والخليفة ماذا به الفرامين واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاشن منهم في ذلك ولا خيفة لا يخاف التتار لا يخافون لا يوجد منهم من غير تحاشي منهم من التتار ولا خيفة والخليفة أين يقول والخليفة والناس في غفلة عما يراد بهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا أقول قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يا منهج التدليس لقد أعمى الله قلوبكم وأبصاركم وطبعكم بالنفاق إنها رسل التتار الفرامين إنها رسل التتار المتتالية والفرامين العلنية غير المخفية إنها الكتب الرسمية الصادرة من صلاطين التتار وأمرائهم فيها تعيينات وقرارات وأوامر وأحكام تصل إلى ناس بعد ناس تصل إلى ناس بعد ناس في بغداد ورسل المغول تصول وتجول في بغداد بالعلني والجهري وبلا خوف ولا تبدد وقبل عام وأكثر من عام عن سقوط بغداد فهل يبقى شيء مخفي عن المغول حتى يكشفه لهم ابن العلقمي يا عقول متحجرة بعد كل هذا وتقولون ابن العلقمي هو الذي كشف أسرار بغداد وأسرار الخليفة وجيش الخليفة وجند الخليفة لهولاكو وهل بقية للدولة هيبة وحصانة حتى يتردد هولاكو في غزوها وإسقاطها حتى يحتاج إلى تسويلات وتشجيع وتحريض ابن العلقمي ثانيا قال الذهبي توجيه الهدايا إلى هولاكو وفي رمضان توجه الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي هذا الملك العزيز ابن الناصر يوسف هذا صبي وأين توجه يقول توجه مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتحف إلى هولاكو في أي سنة في سنة الستمائة وخمسة وخمسين قبل سقوط بغداد فأين ابن العلقمي يا تيمية ابن العلقمي لاحظوا إذن من ابن العلقمي هل ابن العلقمي هو ابن العلقمي الشيعي أو هو ابن تيمية صاحب الدولة الصلاحية القدسية أو ابن كثير صاحب التدليس والدولة القدسية المقدسة يقول في رمضان توجه الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتحف إلى هولاكو أقول الخليفة ولي الأمر سلطان الدولة القدسية التيمية الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن العزيز ابن الظاهر ابن الفاتح صلاح الدين الأيوبي قبل أكثر من عام من سقوط بغداد كان تحت سلطة هولاكو وأوامره مظهرا الطاعة والولاء له على سيرة لؤلؤ فيرسل الهدايا والتحف إلى هولاكو بيد ابنه الملك العزيز ومعه الأمراء فهذا ابن العلقمي التيمي أين وأبن العلقمي الشيعي أين فهذا ابن العلقمي التيمي أين وأبن العلقمي الشيعي أين أقول فارغة ثالثا قال الذهبي ظهور طائفة الحيدرية بالشام وفي هذا الوقت ظهر بالشام طائفة طائفة الحيدرية يقصون لحاهم ويلبسون فراجي من اللباد وعليهم طراطير وفي رقابهم حلق كبار من حديد زعموا أن الملاحدة أمسكوا شيخهم حيدر وقصوا ذقنه وهم يصلون ويصومون ولكنهم قوم وانحارفون وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر هذا هو المهم لاحظ أتيت بالمقتبس من أجل هذا المقطع يقول وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر بدوران كيف كان ضعيفا في أيام الناصر صلاح الدين حفيد صلاح الدين يقول يقول بدوران الخمر والزنا وكثرة الظلم وعدم العدل وظهور البدع وغير ذلك ومع هذا لاحظ النفاق لاحظ النفاق مع هذا يقولون دولة قدسية مقدسة والكلام لمن للذهب يقول يقول وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر بدوران الخمر والزنا وكثرة الظلم وعدم العدل وظهور البدع وغير ذلك رابعا قال الذهبي اختلاف المصريين وأما المصريون فاختلفوا وقبضع وقبضع على جماعة منهم وقتل آخرون متى هذا قبل سقوط بغداد أقول يا ابن تيمية هل هذا حصل بخيانة وتآمر وغدر وتدبير وتخطيط ابن العلقمي حتى يشغل المصريين وصلاطين الدولة الصلاحية القدسية عن نجدة الخلافة في بغداد عقول متحجر